السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي اخبار كريم واللي بنتكلم فيه في هذا الفيديو عن تتويج النادي الاهلي بالاميرة الصمراء اللي بيفتح الباب لكبار افريقيا بمونديال 20-25 فخليكم معنا لغاية اخر الفيديو عشان تعرفوا ازاي تتويج النادي الاهلي ببطولة دوري ابطال افريقيا فتحت الباب امام كبار افريقيا في مونديال الاندية مونديال 20-25 فحصد النادي الاهلي بطاقة التأهل السادسة للنسخة المقبلة من بطول الكاس العالم الاندية التي ستصطدفها السعودية وفتحت تتويج النادي الاهلي بلقب النسخة الحالية من بطول الدوري ابطال افريقيا 20-23 الباب لكبار الاندية بقارة افريقيا للمشاركة في كاس العالم الاندية ولكن في نسخة 20-25 اللي هتشهد مشاركة 32 فريق حيث تتقام البطولة كل 4 سنوات بدءا من نسخة يونيو 20-25 وحدد فيفا في بيان وعدد مقاعد القارات في مونديال الاندية 20-25 ولد ستكون عبارة عن 12 مقاعدا لاوروبا واربع مقاعد لافريقيا واربع لاسيا واربع مقاعد لقارة امريكا الشمالية وست مقاعد لامريكا الجنوبية ومقاعد لاقونسيا ومسلول البلد المصطفيف فالاهلي حامل اللقب في 2021 ضمن بالفعل المشاركة بكاس العالم الاندية 20-25 نفس الحال بالنسبة للوداد البيضاوي المغربي البطل الافريقي لعام 2022 ولكن مع كون الفائز بنسخة 2023 قد ضمن المشاركة في نسخة 20-25 يتبقى السؤال من يستأهل مع تقرار الفريق فأوضحت فيفا عبر بيان رسمي أنه في حالة فوز أحد الاندية بنسختين أو أكتر من مسابقة الاندية الأولى في الاتحاد القاري دولي أبطال إفريقيا فيما يتعلق بإفريقيا خلال الفترة من 2021 إلى 2024 فسيتم استخدام ترتيب الاندية المحسوب وفقا للمعايير الرياضية لمنح حق التأهل ووفقا للمعايير الحالي فيأتي ترتيب الاندية التي تمتلك حق المشاركة في كاس العالم الاندية بعد النادي الآلي والوداد كل من التراجئة التنسي الثالث وصندعونز الرابع والرجاء البيضاوي الخامس والزمالك المصري السادس ونهضة بركان السابع وشباب بولزداد التالي ويأتي تصنيف الاندية وفقا لنتائجها في المسابقات القرية الأفريقية سواء دولي أبطال إفريقيا أو الكونفيدرالية أو السوبر الأفريقي عشان بكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم على أن تتويج النادي الأهلي بالأميرة السمراء يفتح الباب لكبار أفريقيا بمنديال الاندية لموسم 20-25 ففي النهاية الأهلي دائما هو سيد هذه القارة ببطولات دوري أبطال إفريقيا التي حصل عليها كما أنه حصل على العديد من بطولات كأس السوبر الإفريقي اللي بيجعله دايما أنه يكون سيد أفريقيا في هذا التوقيت وما قبل هذا التوقيت فالنادي الأهلي دائما يرفع شعار البطولة تخلص بفكر في البطولة اللي غيره النادي الأهلي طموحه لا يقف عند بطولة ولكن يتمنى أنه يزود البطولة ثم البطولة ثم البطولة فهو حصل على بطولة كأس مصر في هذا الموسم لبطولة كأس مصر للموسم الماضي كما أنه حصل على بطولة السوبر المصري أمام فريق الزمالي كما أنه حصل أيضا على بطولة كأس مصر في المباراة اللي لعبها أمام فريق براميدز وقدر أنه يحصل على هذه البطولة ثم يحصل الآن على بطولة السوبر المصري للعام الماضي بعد ما فاز أيضا على براميدز وما سابش كل هذه البطولات لا وفكر كمان في بطولة دوري أبطال إفريقيا واخر بطولة دوري أبطال إفريقيا من الوداد المغربي اللي كان قدر أنه يضحك عليه في البطولة الماضية وياخب منه بطولة كانت هتحقق السلاسية في بطولات دوري أبطال إفريقيا كان هيفوز بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي ولكن الوداد ضحك عليه واخد البطولة منه بعد الفوز عليه بنتيجة 2-0 وجاء النادي الأهل لعشان يرد الألم ألمين بفوز في القاهرة ثم فوز ثم تعادل في مباراة العودة في المغرب لكي يحصل على البطولة رقم 11 في تاريخه وقدر أنه يوصل إلى المباراة النهائية في 16 مرة قبل ذلك ونجح من 16 مرة دولي أنه ياخد 11 بطولة من البطولات اللي وصل فيها للنهائية فتحياتنا إلى النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي ومجلس دولة النادي الأهلي اللي دايما بيبص على البطولات ولا ينزل تحت أقدامه أبدا فدولاب النادي الأهلي مليء بالبطولات ولسه بيفكر في البطولات فهو دلوقتي ساب بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي حصل عليها وعينه على الدوري العام المصري وعينه أيضا على بطولة الصبر الأفريقي وعينه على بطولة كأس مصري للموسم 2022-2023 فنتمنى التوفيق للنادي الأهلي في الفترة المقبلة وكل ما تزيد بطولات النادي الأهلي كل ما نفخر بأننا عندنا نادي كبير زي النادي الأهلي موجود في البطولات المحلية وموجود في البطولات العربية وموجود في البطولات القرية وأيضا موجود في البطولات العالمية عشان دائما نرفع شعار ان الاهلي فوق الجميع ببطولاته وليس باي شيء اخر فتحياتنا الى النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي العظيم اللي دايما واقف وراء النادي الاهلي في ظهره سواء كانت النتائج في صلحه او مش في صلحه دايما النادي الاهلي جمهوره سند لي في الحلوة والمرة دايما بيكون معاه عشان بكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة مع تحياتي لكم جميعا كريم جميل ادي